الحمد لله واتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حين نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار القرآن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم the great Qur'an this is our guidance if you like to take it as a guidance and every Muslim should follow the Qur'an every Muslim should love and should like to get the guidance from Allah subhanahu wa ta'ala you need to read the Qur'an carefully not only to read it to benefit from the stories of the Qur'an rules in the Qur'an the light in the Qur'an when you read the Qur'an carefully you will find many ayat not one or two many ayat telling us that الكثرة لا تعني الصحة most more doesn't mean they are correct والقل لا تعني الخطأ little few less doesn't mean they are wrong where is the point the point to follow الحق the proofs البينات to follow القرآن to follow السنة to obey Allah to obey رسول الله صلى الله عليه وسلم let's talk about some of these ayat he said subhanahu wa ta'ala وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِيَّ تَبِعُونَ إِلَّا الظَّنْ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ and if you obey most of those upon the earth they will mislead you from the way of Allah another ayah Allah subhanahu wa ta'ala says surat Yusuf وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ومثلاث الناس ، وإن أنك تتحب لها ، لا يصدرون في الانتصال الامر ، بعد دو أو ثلاث آيات ، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ومثلاث الناس لا يصدرون في الله ، فقط لأنهم يصدرون أخرين معه ، يصدرون في الله سبحانه وتعالى كلهم يصدرون الله يصدرون الله رزاق ، يصدرون يصدرون الله يصدرون الناس ، الكالك ، يصدرون الله هو الوحف ، المصدر ، المستقبل سبحانه وتعالى ، لكنهم أيضا تدرون في آخرين كثيراً. هم يحبون الله وهم يحبون أخرين مع الله. وهذا ليس الإسلام. الإسلام يحبون الله فقط. ما هي المنطقة لا إله إلا الله؟ لا يوجد الله لا يوجد الله. لا يوجد الله لا يوجد الله لا يوجد الله. سبحانه وتعالى. سورة الرعد ألف لا ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لا ميم را. هذه هي المنطقة والذي أنزلت لكم من ربك الحق. وهذا الحقيقة. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أكثر. في سورة الإسراء. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَادَا الْقُرْآنِ لِنَّا... وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَادَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلْ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا... وَمَنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامَ وَالْرَحْمَةِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ... وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلَا كُفِي مِرْيَةٍ مِّنْ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكِ... قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا... كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ... كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ... Say, O Muhammad traveled through the land and observe how was the end of those before. People of Nuh, Ad, Thamud, Median, Fir'aun... You can read the history. Then Allah subhanahu wa ta'ala said... كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ... Most of them were... مُشْرِكِينَ... So this is very important, brothers and sisters, that... أَكْثَرِيَّةِ... Most are wrong... Are kuffar... Are مشْرِكِينَ... Why I am mentioning that? Because we have to follow the Haqq, even the Haqq with few people. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned a great hadith, a very nice hadith. The companions were very happy with this hadith. And Abdullah رضي الله تعالى عنه said... We were with the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Then he said... Would it please you... Would it please you... To be... One fourth... Of the people of paradise? The companion said... Yes! And Abdullah Aliya... I ask Allah... I hope that you are one quarter of people of paradise. Immediately the companion said... We are the last Ummah... We are the last nation... We are the weakest nation... Physically... And maybe the number... Less number... But in paradise... We are 25%... Allahu Akbar... Then he said... I hope that you are half of people in paradise. People of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam... Half in paradise. The other half... People of Nuh... People of Ibrahim... Musa... And Isa... And Yahya... All the other prophets... Their people... Will be in the other half. This is a great virtue... For Ummah Muhammad... They said... Allahu Akbar... Then... The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam... Said... Anni... Or... Sorry... He said... لا يدخل الجنة... إلا نفس مسلمة... He said... Sallallahu Alaihi Wasallam... No one... Will enter... None will enter paradise... But... A Muslim... Jannah... Only for Muslims... The followers of Musa... Muslims... We need... We mean the real followers... Followers of Musa... Of Isa... Of Nuh... Followers of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam... So... None... Will enter paradise... Except... Muslim... Then... He said... Sallallahu Alaihi Wasallam... وما أنتم... في أهل الشرك... إلا كالشعرة البيضاء... كالشعرة البيضاء... في جلد الثور الأسود... أو كالشعرة السوداء... في جلد الثور الأحمر... Then... He said... صلى الله عليه وسلم... And... You people... In comparison... To the people... Whose... Associate others... In worship with Allah... Are like... A white hair... On the skin of the black ox... Or the black hair... On the skin of the... White or the red ox... Which means... We are as Muslims... The follower of Haqq... Very few... In comparison... With the... We are as Muslims... We are as Muslims... Alhamdulillahi... Wa salatu wa salam... Ala man la nabiyya... Ba'dah... Amma ba'dah... So... How can I know... The haqq... How can I know... The truth... How... Where to follow... Whom to follow... If we mention... All of these... Ayat... And had the hadith... Telling us... Most are kuffar... So... I will be misguided... I will be confused... No... Confusion in Islam... Everything is clear... Our religion... Is the religion of... Al wuduh... Wal bayan... Everything is obvious... Clear in Islam... How many times... You read in the Quran... Bayyinat... Clear proofs... Where is the haqq... How can I know the haqq... Shaykh... I am confused... All of these people... Are wrong... You should not look at the number... Look at the proof... So... In a simple way... How to save yourself... How can we save ourselves... Allah subhanahu wa ta'ala said... وَأَطِيعُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ And obey Allah... And the messenger... That you may obtain mercy... As simple as that... Alhamdulillah... The book of Allah with us... No one can change the book of Allah... Allah subhanahu wa ta'ala said... إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ... لَحَافِظُونَ We rebuild the dhikr... Which means the Quran and the sunnah... And we are preserving that... This is a miracle... معجزة... آية verse from Allah... And sign from Allah... Subhanahu wa ta'ala... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... أَطِيعُوا اللَّهَ... وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَّسُولِ... إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ... ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا... Or you who have believed obey Allah and obey the messenger and those in authority among you and if you disagree over anything there is a disagreement We have some confusion here I don't know Where is the Hak? This person saying something the other one is saying Another thing there is... What is the solution? Where is the reference? يقول سبحانه وتعالى فردوه إلا الله والرسول وإذا كنت تتعلم على أي شيء تتعلم على الله ومسنجر وهو يعني القرآن والسنة من ستفعل ذلك؟ يقول سبحانه وتعالى إذا كنت تتعلم على الله وفي اليوم هذا هو فقط للمؤمنين هذا هو فقط للمؤمنين who like to be with the Prophet صلى الله عليه وسلم in paradise following the sunnah ابن مسعود رضي الله تعالى عنه said a very nice statement he said الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك we have in Islam the concept of جماعة immediately when I read the word جماعة when I hear the word جماعة I should follow the mass majority no he said رضي الله تعالى ورحمه الله الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك the concept of جماعة the congregation it means that to follow the haqq even if you are alone Allah said about Ibrahim عليه الصلاة والسلام إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كان أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُمْ مِنَا الْمُشْرِكِينَ Ibrahim was alone عليه الصلاة والسلام another ayah Allah subhanahu wa ta'ala said فَآمَنَ لَهُ لُوت لُوت his nephew the prophet لوت عليه الصلاة والسلام and Lut believed but he was Allah subhanahu wa ta'ala described him as أمه he was alone or he and Lut عليه الصلاة والسلام and his wife Sarah so the haqq he should not know the haqq because of the number he should know the haqq by the proofs from the Qur'an and the authentic subna one of the great scholars tabi'een al-fudayl ibn iyad rahimahullah he said عليك بطريق الهدى وإن قل السالكون واجتنب طريق الردى وإن كثر الها لكون stick to that path of guidance even there are few people stick to that path and way of guidance even if you find one or two then he said and avoid the path of misguidance if there are a lot of people so you should not be misguided by the number our victory our guidance and the book of Allah the sunnah the sunnah ورسول الله صلى الله عليه وسلم not the number اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموال إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ الدخوان المسلمين في غزة وفلسطين اللهم نجهم يا رب العالمين اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ونعود بعظمتك أن يقتالوا من تحتهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاوناهم اللهم ألقي الرعب في قلوبهم اللهم زلزل الأرض من تحتهم جمد الدماء في عروقهم أرنا فيهم يا رب العالمين عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك اللهم يا ربي طغوا في البلاد وأفسدوا في العباد يا ربي أنزل عليهم رجزا من السماء وأرح به قلوب المؤمنين اللهم وحد الأمة الإسلامية على الحق والتقوى والتوحيد والسنة اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين اللهم فرق بين قلوب اليهود وأبدانهم واجمع بين قلوب المسلمين وأبدانهم على الحق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين